مباراة اللي جاية آخر مباراة لنا الإسماعيلي والزد ممتاز بين أحمد عبد المنعم خبرة علي لطف خبرة حارسين ممتازين لعبه في النادي الأهلي وأنا بقول إن الماتش ده هيخلي علي لطف يركب السيزن كله بشكل كويس هنا إنقاذ من أحمد عبد المنعم تصويبة لعب إيدين لتنين كان فيه ناس ممكن يقولك بالعكسية لكن هو ضمن الكرة وتعامل معاه بشكل كويس جدا بص إنقاذ هاي فيه فرق بين دي وفيه فرق بين بتاعة حسين السيد مع عجاد هنا أعتقد ميسي أو تقريبا بص هنا الرجل مفتوحة فعدي اللعب على الزاويتين ممتاز شادي تقريبا ده لعب على النهاية اللعبة في البعيدة وبر أكشن بص أحمد عبد العمل إيه بقى ثبت إيده شادي أه شادي حسين بص ثبت إيده يا كريم بص إيد أحمد عبد المنعم اتثبتت ميزاي بتاعة أحمد عبد المنعم هنا خطأ بسيط لأحمد عبد المنعم هقول فيها إن أنا نهاردة كحارس مرة ما يكون المدافع بتاعي معايا ما تطعش أطلع كل ده لأن اللعب ده لو اللعب بالعرض الشادي جول ولو طعمت لوب جول يبقى أنا عندي لازم أعمل مساحة أودي فرصة للمدافع يعمل إيه يعطل شوية ده الهدف أقف هنا أقف طبعا الكابتن إيهاب جلال من المدريبين الممتازين اللي بي دايماً بيلعب من تحت صح وأنا كلمت مع أحمد عادل على فكرة وقال لي أنا موافقك نفس الرأي هنا أحمد عادل عبد المنعم لازم كلي يحضر خليني هنا بص أحمد عادل عبد المنعم لازم يبقى محضر أنا عندي واحد اتنين تلاتة ممسكين كل واحد مع واحد هنا الكابتن إيهاب جلال مش هيقتني لو أنا لعبته طويل أو مش هغلط نفسي أو مش هخطأ خطأ يخسر في رقتي بخبرة أحمد عادل عبد المنعم يكمل الهجمة لازم بيميني هنا وأنا محضر بيميني طويل هنا بص الفنت لعمل ميسي شايف الفنت لعمل ميسي عمل أنه يروح هناك ولعب حتى خلي بالك ميسي عملها مش حلوة لكن هنا حرس المرمى لما بيخطأ يا كريم بيجيله شك في الفكر هنا أحمد عادل عبد المنعم خلاص لما عمل البس غلط خرج بره اللعب خلاص فخلاص بص ميسي هنا كان لازم بيميني بص هو بيشاور كمان لازم بيميني وفيه بطء ضغط شادي مع ميسي الفنت اللي عمله أحمد عادل كان لازم يقفل هنا شمال شوية لكن هو لعب على التوقع فدخل هدف أنا اتكلمت معاه هي دير خطأ لوحيد لأحمد أحمد عمل ماتش كويس خلي بالك أعمل ماتش كويس جدا لكن غلطة الشاطر بالف زي ما بيقوله كان لازم أحمد يحضر ويلعب لونج باس قال لك إيه أحمد لما اتكلمت معاه قال أنت صح يا كابتن في كلامك كلامك مزبوط بص هنا لعب زد تراكب من هنا وضع التشريحي بتاعه خلاص أنه هيلعب في الاتجاه ده ما عندوش ولو لقفل بعيدة نفس القصة شايف دي جوان خبرة وقفة صح بتتعامل معاه بشكل كويس هنا بص بعيد خلاص هتحط هنا وضع التشريحي علي هنا أقف أنقذ الهدف ولكن كان لازم يترمي يا كريم ما ياخدش كرة بالجنب يعني ما ياخدهش في صدره بالجنب ياخدها في صدره بالجنب ممكن تعدي لازم أعمل تراي يعني لو الكادر جاء علي لازم أجي أمسك الكرة كده حتى هتاني من قريب حتى هتاني من قريب عشان مش من الكامل علي اللقاط 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 دي أيوة بس هنا هنا تلاعب بالخبرة خلاص اللعيب راعة البعيدة فاتحطت الكرة بص علي أنقذ هدف ولكن كان لازم يترمي على الجنب ما يمسكهش بالصدره بالجنب شايف ده غلط دي خطر جدا دي هنا ممكن تعدي من إيده تدخل الجنب وحاصل ثلاث كتير جدا هنا البنالتي مع علي الميزة في حاجة بقى وهنقول عليها دلوقتي علي عنده خبرة وكمان في ضربات الجزاء اتأسس كويس مع مستر ميشيل يانكون في النادي الأهلي بص هنا أقف هنا أقف هنا دايما بقول الحراس المرمى حتى اللي جوان اللي معايا في الإنتاج الحربي اللعيب لما بلعب بشميله أو بيمينه يجي بالميل ده كريم وركم عشر اللي هلعب الوضع التشريحي بتاعه لو لعب على يمين علي هتطلع برة في الكورنر بص الوضع التشريحي لكن هو عشان يحط ويدمن الكورة بيقفل بطن رجله لجوة عشان كده علي يتعامل معا بشكل كويس لكن لو رقم عشرة ما كان تسعة وعشرين يبقى خمسين خمسين علي طبعا أول حاجة عمل الإنقاذ تاني حاجة عارف انها عشان متتعدش تاني ويجاعد ماضي فأنا ألعب من على الخط وقطع لقدام بإيد واحدة بشكل كويس بص نزل على طول شايف حلو عبد الرحمن مجدي كمان حطيتها قوية شايف لكن علي استقاده هنا خبرة علي كانت أكبر وإنقاذ علي هاي اللي علي بص الكورة دي الخطوة اللي عملها علي قدام عملته مشكلة عشان كان يطع على لعب إسماعيلي لكن هو عنده خبرة وعنده حلول إن أنا لو ما جاتش في القريبة بص شايف الخطوة رجع تاني بالميل كويس جدا ولمس لإنه عارف هو شايف بودانه من وراء مش بعينه إن فيه لعيب وراه لو لمست خلاصة غير اتجاهها فعلي المطش ده كل الناس متوقع بيلعب في زد إدارة محترمة ما فيش ضغطات عنده خبرة عايز يلعب بهدوء مع لعبها كويسة جدا المطش ده هيركب علي السيزن كله وأنا متأكد من خلال هنا أقولك علي يلوت فاروح منتخب الفترة اللي جاية كنت لسه أسألك سوال ده علي يلوت فيه روح المنتخب هيروح منتخب الفترة الجاية لأن المطش ده هيركبه هياخد ثقة عنده لعيبة كويسة عنده لعيبة خبرة وراه سمير وكابتن فريق عنده قدارة محترمة منظومة محترمة وده اللي اختيار الصح العالي فبالتالي علي هيستمر بالهدوء بالتركيز وهينافس جوالك كتير جدا